في لبنان أعلن وزير الخارجية نصيف حتي استقالته من حكومة حسان دياب بسبب تعذر تنفيذ الإصلاحات وغياب رؤية واضحة لبناء الدولة حسب ما جاء في بيان نشره استقالة الوزير حتي أخرجت إلى العلن ما تردد من خلافات في صلب الحكومة منذ فترة بينما يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وزير الخارجية اللبنانية نصيف حتي يستقل من الحكومة يقول الرجل إنه أدرك سريعا نوايا الحكومة ومن خلفها لنية للإصلاح يقول بيان الاستقالة لم تمضي ستة أشهر على تشكيل الحكومة حتى بدأت التصدعات داخلها بالظهور مراقبون يلقون باللائمة على صهر رئيس الجمهورية رئيس التيار الوطني الحر بالتدخل في العمل الوزري تدخل يقول البعض إنه يجعل التعايش مستحيلا بين تركيبة الحكومية سمعت وقريت كثير عن أنه حدا همس له بيدينته وأطراف خارجيين وناس قالوا له اقفز من المركب قبل الغرق وناس قالوا له احفظ نفسك للمرحلة المقبلة كل هذا اسمعناه كلنا سواه أنا عم بحكي باللي أنا سمعته منه واللي بيختصره بكلام واحد أنه حالة العجز في الحكومة الحالية جعلته يطفش من هذه الحكومة تطرح استقالة حتى أسئلة كثيرة حول ما إذا كانت الاستقالة مدخلا لتعديل وزاري يطل أكثر من وزارة أم هي خطوة ستلحقها أخرى مماثلة تار المطن الحر يعتبر هذه فرصة مناسبة دفع واحد لتغيير ثلاثة أو أربعة وزراء لم يؤدوا الشيء المطلوب من الجهات التي عينتهم لكن عملية إجراء تعديل من هذا النوع هذا أمر خطير قد يفجر الحكومة ومن قال بهذه السهولة أن الرئيس الحكومة سيقبل بهذا التغيير وبعد الاستقالة سارع رئيس الحكومة للقاء رئيس الجمهورية والتشاور وقد تم تعيين شرب الوهبة بديلا للوزير المستقيل قطعت استقالة وزير الخارجية الشك باليقين يقول كثيرون فالرجل أكد غياب أي نية حقيقية للإصلاح وغياب أي خطوات عملية لتفادي تحويل لبنان إلى دولة فاشلة كما قال جيس الحشخوري العربي بيروت ومن بيروت ينضم إلينا مراسلنا محمد شبار أهلا بك محمد هل تضحت أي أسباب جديدة بخصوص استقالة حتي وهل من ردود فعل على تعيين شرب الوهبة خلفا له في حقيبة الخارجية في الشقة الأول من السؤال معظم الأسباب التي ذكر بعضها في البيان والتي تردد بعضها أيضا بصيغة المصادر أو المعلومات في الصحافة اللبنانية وفي الأعلام اللبناني عموما هذه أعطت صورة شاملة لخلفيات قرار الوزير حتي خصوصا أن بيانه كان واضحا جدا في شق الحديث عن الدولة الفاشلة غرق السفينة عدم اتخاذ الحكومة إجراءات مطلوبة معينة وحتى دعوته إلى تغيير السياسات التي تتبعها الحكومة عموما يمكن القول أن استقالة حتي شكلت جرس انذار في الداخل اللبناني خصوصا أنه الموقف الأول الذي يصدر من الحكومة إلى العلن في الأسبوع الماضي شاهدنا بعض الخلافات بين بعض أعضاء هذا الحكومة مثلا بين وزير الصحة حمد حسن ووزير الداخلية محمد فهمي حول إجراءات المتعلقة بفيروس كورونا بشكل العام والمجمل هنا في الداخل اللبناني منذ تأليف هذه الحكومة يسمون حكومة تمرير الوقت بمعنى أنه في هذه الفترة لم يجرؤ أحد على تلقف كرة النار وهذا هي الحكومة الوحيدة الموجودة أو أفضل الممكن في الداخل اللبناني البعض أيضا يجدر الإشارة إلى أنه الربط استقالة حتى بما سيشهد شهر آب على أكثر من صعيد على أهمه موضوع المحكمة الدولية الخاصة باللبنان والتي ستصدر حكمها أو تعلن عن حكمها في أسابع من آب المقبل وكذلك بمجلس الأمن الذي من المتوقع أن يعقد بعد أسابيع قليلة جلسة مخصصة لتأمديد لقوات اليونفل في جنوب لبنان وعجز الوزير حتى أو بتعبير آخر عدم تلموسه أو قدرة على التغيير الواقع السياسي أو الاتجاه التي تسير به البلاد شكرا جزيلا لك محمد شبارو مراسلون كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر